أسعدتم أوقات أيها المفكرون الصغار سيكون درسنا لهذا الأسبوع هو درس حرف الكاف سنبدأ بمهارة الاستماع وستخوم بدورك كمتعلم البكالورية الدولية بالاستماع إلى القصة وإعادة سردها بلغتك الخاصة وأن تتسمى بسمتي المفكر والمتأمل قصة حرف الكاف كعكة سكر تفوق سكر في روضته فأقامت أسرته حفلا كبيرا أعدت والدته كعكة كبيرة أهداه والده كرة قدم قال وسيمون سألعب معك بالكرة كتبت سمسمو كم أحبك يا أخي النهاية ثم ستنتقل أيها المتأمل الصغير إلى مهارة التحدث ستقوم بدورك كمتعلم بتأمل لوحة حرف الكاف وتعبر عما تشاهد في هذه اللوحة من صور تحتوي في صوت اسمها على حرف الكاف وتنتقل إلى قصة حرف الكاف بعنوان كعك العيد ستقوم عزيزي المفكر بالاستماع إلى قصة حرف الكاف كعك العيد وتأمل الصور الموجودة والمعروضة أمامك من ثم محاولة إعادة سرد قصة كعك العيد بلغتك الخاصة ستقوم هنا عزيزي المفكر بقراءة الكلمات والصور التي تحتوي في صوت اسمها على حرف الكاف التي قرأتها من قبل في قصة كعك العيد بعد ذلك ستقوم بالانتقال إلى مهارة القراءة هنا عزيزي المتواصل سيكون عليك القيام بدورك كمتعلم في جزئرية مهارة القراءة فتقوم بصوت ميز اسم حرف الكاف وتمييز صوت حرف الكاف اسم الحرف كاف صوت الحرف ك وأيضا عليك نطق حرف الكاف مع المدود القصيرة الفتحة الضمة والكسرة ك كو كي ولا تنسى أيها المطلع الصغير عليك أيضا تميز حرف الكاف مع المدود الطويلة الألف الواو واليا كا كو كي وأيضا عليك أن تضع دائرة حول الحرف كاف في الكلمات المعروضة أمامك كلمة كريم تبدأ بحرف الكاف تبدأ بحرف الكاف تضع دائرة حول حرف الكاف في كلمة كريم وأيضا عليك أن تضع دائرة حول الصورة التي تحتوي في صوت اسمها على حرف الكاف وهكذا أما هنا عزيز المتواصل الصغير عليك أن تقوم بمهارتي التركيب والتحليل وذلك بقيامك بتركيب المقاطع الصوتية لتكوين كلمة مثل المقاطع ك تا بو عندما تجمعها سوية تصبح كلمة كتاب وأن تحلل الكلمة إلى مقاطعها الصوتية ككلمة كعكة المقطع الأول كع الثاني ك الثالث تو كع ك تو ثم عليك تحجئة وقراءة الجمل المعروضة بأمامك بصوت وسرعة واضحة الكركو مدينة الكرم وهكذا وآخر مهمة لك عزيز المهتم في درس حرف الكاف هي مهمة مهارة الكتابة وهنا عزيز المتعلم في هذه الصفحة عليك القيام بدورك فتقوم بكتابة حرف الكاف في بداية الكلمة وفي آخر الكلمة وأيضا أن تكتب حرف الكاف مع المدود الطويلة كا كو كي وأخيرا عليك كتابة كلمة كتابه بالشكل والاتجاه الصحيحين هذا كل ما لدينا في درس حرف الكاف لهذا الأسبوع وسيتم أوقاتاً ترجمة نانسي قنقر